مصر هنا وقعت في الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء في الإمارات مع الأردن عملت نوع من أنماء التكامل الاقتصادي العربي بفكرة أنه أدخل استثمارات لخمس مجال أو خمس صناعات بعينها بنتكلم عن صناعة البتروكيمويات بنتكلم على الغذاء بنتكلم على أربع قطاعات تانيين من القطاعات الوعدة اللي نقدر نحل بها الأزمة دي أهمية برضو المبادرة دي زي جميل أحمد أنك أشرت إلى المقطة دي فأنا قلت التكامل العربي حلم هنجتد نتكامل ظروف موتية وظروف بقت تكبيرات تاريخيا الأزمات اللي زي كده أزمة 73 أزمة البترول لما ارتفعت أصار البترول والطاقة وأزمة أختها برضو حصلت في التمانينيات فده كان بيترتب عليه إيه اتصاديا أنه نحن كنا بنلاحظ أن الاستثمارات العربية بعد كل أزمة بتزيد في مصر وأن تحولات المصريين اللي موجودين في دول الخليج أيضا بتزيد في مصر مع كل أزمة ليه بيبعنهم في وقت بترولية دخمة وده حصل في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد سحب ببعض الاستثمارات الاستثمارات العربية عوضت ده بشكل كبير وكمان تحولات المصريين بالفعل جاء زي ما حضرتك أشارتي أن تحولات المصريين بتزيد من دول الخليج تزيد لماذا؟ كان البرميل بستين دولار وخمسين ذات سعر الضحف كل يوم بيمر بتبيع بالسعر المضاعف ده بيحققوا دول الخليج قوائد بترولية وأربع أيضا في الاستثمارات أي كان أنه هو اللي بيحرك رؤوس الأموال العالمية عامل الرح ولكن العوامل السياسية بتلعب دور كبير جدا جدا صحيح وأنا عايز أقولك أنه في دول بعينها في المنطقة أنا أقولك تقول لي ليه الدول دي؟ إحنا ليه ما نببس زي الدول دي؟ بتجالها استثمارات ضخمة وعندها وعندها أنا أقولك لأن علاقتها بالدول الفلانية دي أن هي بتعمل كذلك أنا أتمنى أن لأنا مبقاش زي الدول دي لأن لغة المصالح هي اللغة التي تسيطر في العلاقات السياسية ما فيش خصومة دايمة وما فيش يعني مصالح دايمة هي فكرة هي لغة المصلحة أنا مصلحتي فين؟ فلما الدولة دي تضخ استثمارات عندي وقت ما يبقى فيها أزمة تسحب كل استثمارات على نهارت بالفعل ولكن إحنا هنا زي ما قلت أن يعني التعاون العربي مهم جدا في النقطة قلنا دولة الإمارات هي دولة شقيقة لعلاقات السياسية كويسة بيحكمنا في أطور مشتركة زي اللغة زي قرب الحدود الجورفية حجم تجاريتنا معهم يعني شغال كويس جدا نحن يمكن وصلت في 2019 قبل الأزمة كانت 4.8 مليار دولار بنصدر لهم وبنستورد منهم شغالين تجاريا معهم ومع الأردن أيضا كويس الإمارات دولة حندها في وقت بترولية مع ارتفاع سعر البترول يمكن هي التانية عالميا والأولى إقلاميا من حيث السنديق السيادي عندها 6 سنديق حجمهم ترليون ونص تقريبا في صندوق منهم هو المصر وقعت معها أو وقعها مع صندوق السياد المصري ضخ 10 مليار دولار 10 مليار على مدار 5 سنوات يعني تقريبا كل سنة 2 مليار دولار دي حاجة كويسة حاجة إيجابية تحولات المصري من خارج يعني تقلل الضغط شوية على الدولار أيضا ارتفاع أسعار الغاز يعني يمكن الأزمة نحن ضررت نفحجات ولكن فررت نفحجات ارتفاع أسعار الغاز وبتضيضة نطرح الشحنات الغاز المسال في السوق الفوري بأسعار كبيرة جدا على فكرة كانت من سنة وسنة ونص كانت أسعار الغاز متدنية جدا دلوقتي أصبحت الغاز المسال أسعار مرتفعة ومنحق أرباح وكده ومصر كمان مصر كانت من الدول اللي هي حقائقت أكبر معدل نموه في إنتاج وتصدير الغاز المسال ده معنى أن البنية التحتها المصرية قدرت تستجيب بسرعة للطلب المتزايد دخل الشركة الأجنبية اللي هي شريك في محطات إتكودوميات قلت لك والله إحنا هنضاعف الإنتاج السعر الإنتاجية بعد ما كانوا بإنتاجه 12.5 مليون طن سنويا لا هنخليها الضحف نوصل 22 أو 23 مليون طن لأن الاتحاضر الأوروبة عايز وفيه أزم عندهم في الطاقة فبالتالي أنت يعني بتوبى فيه حاجات نقول يعني دي تسد مكان دي طيب نرجع للتعاون العربي نقطة مهمة المواد الزراعية يعني إحنا دائما كنا بنتكلم في التعاون في الصناعة والخدمات المالية والأمور اللي زي كده ولكن كان دائما الزراعة مهملة شوية يمكن كنا بنعتمد بشكل عالق أو بآخر على استراد الحبوب والحبوب الزيتية من دول أوروبا الوسطى ودول وسط أوروبا وروسيا وكده هم بحكم أن الظروف المناخ عندهم أحسن وبيزرعوا الأمح والحبوب الزيتية مرتين في السنة والأرض أغلب يعني أوكرينيا دي أغلب أرضها أرض صالحة للزراعة يمكن ده مش متاح في دولة زي مصر إحنا محدودية الأراضي الزراعية عندنا محدودة والموارد المائية أيضا عندنا محدودة فأنا شايف برضو نكمل التكامل العربي ونبتدي نزرع في الأراضي الدول العربية اللي هي أرضها صالحة للزراعة عندنا نموذب زي السودان السودان دي مثلا عندها أكثر من 150 مليون فدان صالح للزراعة وعندهم موارد مائية فأكيد الاستثمارات المشتركة في دولة زي السودان وهتأتي بثمارها وهتأتي بثمارها ومشكل سريع خصوصا في الأجمال